اشتركوا في القناة وقال الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان مشترك إن المطلب بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروع هو مطلب الساعة وعلى رأس سلم الأولويات في هذه الظروف المعقدة بالذات حيث تواصل حكومة اليمين الفاشري فرض الوقائع على الأرض لتكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان بهدف منع أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران وأشار البيان إلى أن مخططات وممارسات هذه الحكومة كلها تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه بدءا من الممارسات الوحشية اليومية للاحتلال مرورا بالانقلاب على الجهاز القضائي الذي يهدف إلى تصفية آخر الكوابح أمام الانتهاكات المتواصلة ووصولا إلى ميزانية الاحتلال والاستيطان التي صادق عليها الكنيسة هذا الأسبوع وأوضح البيان إلى أن الاحتلال لا يمس بحقوق الشعب الفلسطيني فحسب إنما بالشعب اليهودي أيضا والذي يدفع هو أيضا ثمن الاحتلال الذي يمارس باسمه تجددت التظاهرات الاحتجاجية في مختلف الشوارع والمواقع في أنحاء البلاد للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي ضد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة واحتجاجا على خطة إضعاف القضاء والانقلاب على الديمقراطية وشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في المظاهرة المركزية بشارع كابلان في تل أبيب وحيفا وكفارسابا وكرياتشمونة وبئر السبع والخضيرة وغيرها من المدن والبلدات ومفترقات الطرق منها حولون والرملة ورمات هاشارون والقدس وهرتسليا وعراد وغيرها وأفد مرسلنا في مدينة حيفا بأنه بلغ عدد المتظاهرين ضد الحكومة الإسرائيلية واحتجاجا على خطة إضعاف القضاء في مركز الكرمل دفاعا عن الديمقراطية إلى أكثر من عشرين ألف متظاهر يذكر أن حكومة نتنياهو تسعى إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاء الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء شارك العشرات من أهالي باقة الغربية ومنطقة وادي عارة وأسرى محررين وعائلة الأسير المريض وليد دقة في الوقفة الأسبوعية أمام مسجد أبو بكر الصديق في باقة الغربية احتجاجا على رفض السلطات الإسرائيلية إطلاق سراحه لتلقي العلاجات الطبية إثر معاناته من مرض السرطان ورفع المشاركون في الوقفة صورا للأسير دقة والعلم الفلسطيني بالإضافة إلى لافتات مطالبة بإطلاق سراحه بشكل فوري ورددوا هتفات إسناد للأسير دقة وحملوا السلطات الإسرائيلية كاملة المسؤولية عن حياته في ظل عدم تلقيه العلاجات الطبية اللازمة هذا وانطلقت عقب الوقفة مسيرة سيارات من باقة الغربية لإيقاد شعلة الحرية في عرعرة المثلث ضمن سلسلة النشاطات التي تطالب بإطلاق سراح الأسير دقة يأتي ذلك في أعقاب إعلان لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لسلطة سجون الاحتلال الإسرائيلي أنها غير مخولة بمناقشة الإفراج عن الأسير دقة نصبت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيب مؤخراً خيمة اعتصام غربي المدينة وذلك كإجراء احتجاجي يندرج ضمن سلسلة الخطوات التصعيدية التي تقرر اتخاذها احتجاجاً على إصدار السلطات الإسرائيلية مئات الإنذارات وأوامر بالإخلاء والهدم والغرامات المالية لأصحاب الأراضي والمنشآت والمرافق الزراعية الحقيقة كان لابد من إقامة الخيمة لأن العملية والهجم الشرسي اللي كانت فيها اللجنة التنظيم اللوائية كانت هجم كثير شرسي بدون حق ما يقارب 90 أو 95% من الإخوان الفلاحين اللي أخذوا إنذارات كلياتهم معهم رخص من لجة التنظيم المحلية في الطيبة ومسادق عليهم العمل الجماهيري هو بهز كل المؤسسات بدون تضامن وبدون وحدة وتوحيد الصفوف لا يمكن أن نقدر أن نحرك ساكن فالوحدة ووحدة الصف والعمل الجماهيري والتفاف الناس حولنا لأنه اليوم مشكلة السهل بكرة مشكلة البلد يعني هاي المشكلة مش موقفة على اللي قاعدين بيعملوه الإشي قاعد بنعمل بشكل شرس ويجب علينا جميعا أن نتوحد في هاي البلد والبلدان المجاورة مثل الطيري وكلانسوي يد وحدي من أجل مقاومة هذه الهجم الشرسي اللي هدفها تهجيرنا وإبعادنا عن أراضينا وأقيمت خيمة الاعتصام في منطقة السهل الزراعية فيما أتت هذه الخطوة والتي تعتبر الخطوة الاحتجاجية الثالثة التي أقرتها اللجنة الشعبية خلال الأسبوعين الأخيرين كجزء من النضال الشعبي الجماهيري الذي أعلنت عنه اللجنة الشعبية ضد سياسة التضييق على الأرض والمسكن في مدينة الطيبة خيمة الاعتصام جاءت كخطوة من عدة خطوات من النضال الشعبي فإحنا من خلال الاجتماع اللي كان للجنة المصغرة اقترحنا أنه يكون لنا حاضني على الأرض هنا فاقترحنا أننا نبني هذا الخيمة وإحنا بنينا الخيمة من مدة ثلاث أيام على أساس أنها تجمع جميع اللجان والبفود المتضامنة اللي رايحة تيجي علينا من جميع البلاد من لجان شعبية أو مؤسسات أو رؤساء سلطات محلية أو أعضاء كنيسة إحنا كمنا هذه الخيمة خيمة الاعتصام من أجل نطالب في مطالبنا الحقيقية مطالبنا وأوجاعنا اللي هي موجودة عنا بصير إش تتعاملوا بمكيالين اليهودي إلو شكل والعربي إلو شكل ثاني هذا وتنظم اللجنة الشعبية في خيمة الاعتصام اجتماعات وفعاليات مختلفة لاستمرار النضال ومن المقرر أن تضم نشاطات وبرامج شعبية ووطنية حول قضايا الأرض والمسكن والتي تعتبر ملفا حارقا يقلق الأهالي في المثلث الجنوبي ويعاكر صفو حياتهم أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن الوضع الصحي للأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان ولي الدقة والمعتقل منذ ثمانية وثلاثين عاما ما زال صعبا وخطيرا ما يستدعي تكثيف الجهود للإفراج عنه وإنقاذ حياته وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبدربو أن الحالة الصحية التي يمر بها الأسير دقة معقدة وصعبة بسبب إصابته بسرطان نادر في نخاع العظم ويعاني من مشاكل التنفسية وشدد عبدربو على أن سلطات الاحتلال تستمر في سياستها بتجهول وضعها ورفض كل الخطوات والمبادرات لإطلاق سراحها والتي كان آخرها قرار لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال الأربعاء الماضي عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عنها الأمر الذي يعد بمثابة عملية قتل بطيء كما جرى مع ناصر أبو حميد البالغ من العمر خمسين عاما من مخيم الأمعري الذي استشهد في مستشفى أساف هاروفي جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد القتل البطيء أكد نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح محمود العالو الأهمية دور المقاومة الشعبية في موجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتصاعدة جاء ذلك خلال زيارته لقرية المغير شمال شرق رام الله وبلدة برقة شمال غرب نابلس حيث عقد لقاءات مع الفلسطينيين بحضور رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستطان مؤيد شعبان وعدد من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتحة وأمناء سر الأقاليم والمناطق والكوادر الحركية وأشار إلى أن استباحة المستوطنين للعودة والاستلاء على أراضي المغير وبرقة وإعادة إقامة مستوطنة حومش واعتداءاتهم الوحشية على طريق ألون الاستطاني وإقامة البؤر الرعاوية الاستطانية بدعم مباشر من حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف يشكل تهديداً لأبناء الشعب الفلسطيني وخرقاً للقوانين والمواثيق والأعراف والقرارات الدولية واعتبر العلول أنه بدلاً من وقف الاستطان والاستلاء على الأراضي يتم ارتكاب المزيد من الجرائم على مرأة ومسمع العالم في ظل سياسة الازدواجية والكيل بمكيالين دانت وزارة الخارجية الفلسطينية استباحة ميليشيات المستوطنين الأرض الفلسطينية المحتلة وكان آخرها سماح سلطات الاحتلال لهم بإقامة ست بؤر استطانية عشوائية في منطقة مسافريطة جنوب الخليل في الوقت الذي كانت قد صادقت على تهجير المواطنين الفلسطينيين الأصليين منها بذريعة أنها منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار واعتبرت الخارجية في بيان صحفي لها أن هذه الانتهاكات تبادل علني وفاضح للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني سعيا لضم الأراضي الفلسطينية وأن ذلك كله يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وأذروعها المختلفة وأكدت الخارجية الفلسطينية أن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لدولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستطان وتطهير العرقي تشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بإجراءاتها لضم الأراضي المحتلة أكدت منظمات ومؤسسات حقوقية وشخصيات فلسطينية وعربية في ولاية نيويورك تضامنها ودعمها للطالبة الأمريكية من أصول عربية فاطمة محمد في مواجهة حملة التحريض التي تشنها منظمات صهيونية وشخصيات داعمة لدولة الاحتلال ضدها وضد جامعتها والتي وصلت لحد المطالبة بوقف تمويل الجامعة وكانت الطالبة محمد قد أدانت في كلمة ألقتها مؤخرا بحفل التخرج السنوي لكلية القانون في جامعة نيويورك دانت جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وهو ما دفع منظمات صهيونية وشخصيات داعمة لدولة الاحتلال لشن حملة تحريض ضدها وضد جامعتها وأرسلت المنظمات والشخصيات الفلسطينية والعربية عشرة الرسائل لإدارة الجامعة والمسؤولين في الولاية تؤكد تضامنهم مع الطالبة فاطمة وتطالب بوقف التحريض ضدها والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني وما جاء في خطابها الذي أدان الاستعمار والاعتداء الإسرائيلي على المصلين وتنفيذ الاحتلال إعدامات ميدانية خارج نطاق القانون عقدت لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أونروا اجتماعا في مقر الأمم المتحدة يوم الجمع الماضي لبحث دعم الوكالة وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا على وشك الانهيار المالي داعيا الدول المانحة للتحمل مسؤولياتها ودعم الأونروا للوفاء بالتزاماتها تجاه لاجئي فلسطين من جانبه شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور على أهمية التحرك بسرعة لعكس اتجاه التدهور في التمويل الذي يهدد تقويض أو وقف مساعدة الأونروا للاجئين الفلسطينيين الأمر الذي سيكون له عواقب بعيدة المدى عليهم وعلى المنطقة وخارجها من ناحيته حذر مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة محمود دالحمود من الانعكاسات الخطيرة الناتجة عن عدم تلبية احتياجات أونروا وعدم تمكينها من تنفيذ ولايتها مؤكدا دور الوكالة المفصلي مضيفا أن الأردن يؤكد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى حية وأن دور أونروا مفصلي ولا غنى عنها خاصة في ظل غياب الأفق السياسي وتفاقم التحديات الاقتصادية المركبة التي تواجه الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تعازيها لجمهورية الهند بضحايا تصادم عدة قطارات في منطقة بلسور بولاية أوديشا ما أدى إلى مصرع أكثر من 280 شخصا وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي لها تعاطفها مع حكومة وشعب الهند بهذا المصاب الأليم معربة عن تعازيها لذوي الضحايا والتمانيات بالشفاء العاجل للمصابين مصابين السيدة 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 اشتركوا في القناة